السلام عليكم الليلة الفلوك حقا مميز جدا لانه بادي من حتة من اول يوم جيت بسمح الحتة اللي انا فيها حاليا اللي هي المدينة سام بترسبورج من اول يوم جيت انا بسمح سام بترسبورج فيها سام بترسبورج احلى فكما انت متمنى ان ازور المدينة دي وانا ازور اول مرة ازورها فانتو محظوظين انكم شفتوها معي في نفس الوقت فاني حاجة اعرض الليلة حاجة اكون شفتها الاول مرة ثاني حاجة المدينة صراحة احنا اتجهنا 700 كيلو في اتجاه الشمال من موسكو الرحلة كانت بالليل جيت بالقطر عشان كده ما قدرت اصور لانه الليل طبعا كان شديد وكده كنت احب اصور الرحلة طبعا نفسها لكن للأسف ما قدرت لانه زي ما قلت لكم كانت بالليل والمهم جيت في سان بيتر هنا سان بيتر يعني مدينة صراحة انا ما عافي انا مش رح ليكم كيف لكن ما قلت لسان ما الحاجة اليوم موسيس لكن بارد بارد جدا انا ما قدرت الليلة صراحة اطلع من غير الكورت ما قدرت اطلاقها فاليوم كان صراحة بارد جدا و اضطرأت ان هل بستقيل بصراحة في رياح رياح جوية الناس كلهم اللقاء بسنجا فا ناجي ماذا؟ ناجي طرح فذل فوق حقا للليلة طبعا سان بيتر هو الاول معلومة احنا عارفة انه انه فيها اعمق مترو على سطح الارض يعني زا ديبس مترو سيستيشن انه في سان بيتر هنا الموسكو طعم احنا فيها اكبر مترو وسان بيتر فيها اعمق مترو اللي هي ازيد من مية متر تحت الارض فتحالات كلها هنشوفها الليلة هنبدل يوم حقنا هنمشي نشوفها اللماكن الحلوة هنا في المدينة طرح عملتها نستي بسيطة في الحتات اللي عايزين نشوفها هنمشي نشوفها هنمشي نشوفها ونشوفها مع بعض واخليكم يالله تكمل الليل يوم حقنا اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 نصبة سكاري ليو لأعماله وهو أليكسندر التالي بوانئت في القرن التاسع عشر تقريباً يعني صراحة أنا ما عندي معلومات كتيرة لكن دي الحيات العارفة عنها المنطقة دي هي مبنية في المكان اللي اغتيل فيه أليكسندر التاني نفسه فهو اغتيل في الحتة الولانة دي ويعني هي نصبة سكاري ليو وهو اغتيل في المنطقة دي ومعولي ليو الكنيسة دي نجنبه هنا بنلقى الكنال من الاسماء الثاني حقت سام بترسبورغ هي فينس حقت الاست يعني نسموها فينس حقت الشرق ليه عشان فعل الكنال دي اللي كده نونكش نشوفها ويرتو موفد كاميرا وعلي بيش المهم عشان القناة دي القناة دي هي ممتدة مش على كامل المدينة على عجزة كبيرة من المدينة كيفية تور سياحية بتتعامل كده كده كنت عايزة امشي واحدة لكن للأسف يعني الجو بارج شديد ما قدر تقعد غير ده يعني بننتظر البوت لما يتملي حتى نطلع فصعبة شوية صراحة الجو بارج جدا في الرياح لو من وحظين الناس لابسة تقيل عديلا باحتباري ما لابس حاجة خفيفة جدا فعشان كاللأسف مازي نقدر نصور ذاته كامل الليلة المهم فديو الكنيسة حقتنا من الأماكن صراحة جميلة سياح دائما طبعا فيها هحاول مشي في الكنيسة كاملة نوشي عكس الشمس هحاول مشي في الكنيسة كاملة نحول لكم السياج حقها من هناك لو لقيت حالات حلوة حصويرها طبعا انا اول مرة اجي هنا واول مرة اشوفها هاخد كم صورة نازلها في الانستجرام انا امشي هناك عمو الي لايك وبتلقوا الاكاونت في الدسكريبشن تحت طبعا واذا اول مرة اشوفوا الكلام ده وزول ده القناة فابرضو عمي يسبسكرايب ما تنسى ومكملين من من فينسا لا تديمهوا الكلام اشتراك الهدرين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة